كشفت اللجنة الإعلامية لإدراب الحرية والكرامة أن إدارة سجن عسقلان نقلت جميع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 18 يوما إلى جهة مجهولة عقابا لهم على إدرابهم وتحاول السلطات الإسرائيلية إرغام الأسرى على كسر إدرابهم دون تحقيق مطالبهم فيما تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة رامالله دعما للأسرى الفلسطينيين في إدرابهم عن الطعام